محطتان رئيسيتان في تاريخ العلاقات السعودية الفرنسية أرستا باكرا قواعد التعاون المشترك بين فرنسا والمملكة العربية السعودية المحطة الأولى إسرع فرنسا في الاعتراف بالمملكة في عام 1926 والثانية أزيارة التاريخية للملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله إلى باريس في عام 1967 محطتان رسختان علاقات تعاون وثيق في مجالات عدة تصب في مصلحة البلدين يعني يشد فرنسا إلى السعودية هو أن السعودية لها مركز على الصعيد العربي بشكل عام وعلى الصعيد الإسلامي وعلى الصعيد الاقتصادي هي المبراطور الاقتصادية يعني في هناك رموز ثلاثة الرمز العربي والرمز الإسلامي لأنها مركز الأماكن المقدسة أو مكان الأماكن المقدسة التي يعني أنظار المسلمين في العالم بأكثريتهم يطلعون لها وهناك أيضا أنها يعني امبراطورية اقتصادية عقيقية يعني السعودية من أغنى الدول من الدول العشرين في العالم عندما تجتمع الجي فا كما يقولون يعني الجروب العشرين البلد العربي الوحيد فيها هو السعودية العلاقات السعودية الفرنسية محكومة اليوم بتطورات الأوضاع الأمنية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي وتتعاون الرياض وباريس في مجال مكافحة الإرهاب والعمل على إيجاد السبل الكفيلة لعودة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم تعاون تعبر عنه الاتصالات والزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين فرنسا البلد الأوروبي الأول ذو الغالبية المسلمة وبذلك تشكل المملكة عمقا دينيا لمسلمي فرنسا وهي أيضا عمق ثقافي تعليمي تربوي بامتياز يعبر عنه الحضور السعودي الفاعل في منظمة التربية والثقافة والعلوم الأونسكو من رئيس فرنسا الراحل شارل ديغول إلى الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون تأكيد فرنسي دائم على متانة العلاقات السعودية الفرنسية الموصوفة بالاستراتيجية والاستثنائية في لائحة ميادين طويلة في مقدمتها المواضيع الاقتصادية والأمنية والسياسية محمد صادق تلفزون مملكة العربية السعودية باريكس